انا اليسب الجاني بحييكم من كندا اليوم الثلاثة سبتعاش عيلول الفين واربعة وعشرين كارسي كارسي حلت بلبنان اليوم حلت بحزب الله وكارسي هذه اللي عنوانة تفجير البيجرات اللي حاملينهم مقاتلين ومسؤولين وإداريين بحزب الله هذه الكارسي بيّنت اليوم انه هذا الحزب نهايته قريبة وانه في قرار عربي دولي إسرائيلي بضرورة الانتهاء من هرتقاته والانتهاء من وجوده الكارسي اليوم نتج عنه وهي بالواقع هالهجوم السبراني اللي قامت في إسرائيل على البيجرات هيدا غير مسبوك ما أبدا لأول مرة بالتكنولوجي المعاصرة وبكل العالم بيتم هجوم سبراني من هالنوع اللي تبين انه إيران زودت حزب الله بشركة إيرانية يمكن يكونوا مثل اللي عم بيقولوا البعض صناعة روسية البعض صناعة صينية هالبيجرات هيدا من بعد ما كانت التليفونات السل عم تستهدفها إسرائيل وبنجاح غير حزب الله نظام الاتصالات وزودته إيران بحوالي 5000 بيجر هيدا البيجرز توزعت على مسؤولين على قياديين على إداريين وهيدا البيجرز مفخخة هلأ كيف مفخخة بالتكنولوجي نترك الأمر للأخصائيين ولكن اللي أعطاها لحزب الله هي إيران وإيران دولة مخترقة يعني مخردقة لإسرائيل بمخابراته قدر يغتال أكبر قائد عنده إسليماني قائد قال قدر يفك في كل البرنامج النووي ينقلوا على إسرائيل قتل علماء فات بطيرانه وصور يعني ما في شيء بإيران مش مخترق وبالتالي هلأ أجهزة اللي إجت من إيران يا أما إيران مفخخة وهيدا احتمال يا أنه إيران عند النظام هني أهميتهم أنه يبقوا مش هزب الله وكل أذرعتهم لأنه هني عم بيتاجروا وعم بيتاجروا وبيقاتلوا بدماء الشيعة العرب وهيدا آخر هم مع البول وبالتالي هيدا البيجرات موزعة متل ما تبين هلأ من عشرات التأرير والأخبار موزعة على القياديين بحزب الله والعسكر وهودي بحدود الخمس تلاف حتى اللي موجودين بالأنفاق عند حزب الله وحاملين هيدا التليفون هيدا البيجر كمان أصيبه الضحايا بحدود الخمس تلاف هلأ عم بيقولوا الفين وثمانمية البعض بيقولوا ثلاثمية ولكن عدد البيجرات متل ما تبين أنه خمس تلاف وبالتالي في خمس تلاف شخص حاملين أولاد نواب أولاد وزراء ولحد هلأ ابن علي عمار النايب ابن حسن أولاد حسن فضل الله أولاد وفق صفا وبالطول القائمة وبالطول ويقال أنه حتى السيد حسن نصر الله من ضمن اللي مصابين ولكن هيدا منه مؤكد اللي تبين هلأ أنه كل هاودي اللي زارعون حزب الله شي بيا خضرة شي بيوقف سيارات شي بيبيع بيبسي شي كذا نطور بيني كل هاودي نكشفوا يعني أكبر إصابة أكبر ضربة لحزب الله أنه كل اللي كان مخبيون وكل عسكره اتكشف وهاودي مش عام ينقلون بقى على مستشفيات حزب الله ما ظل مستشفى بلبنان ما عم يستقبلون مئات الأمبولانسات استنجدوا بأمبولانسات من الشمال من الجنوب حتى حدا هاكي عم يعمل مثل هاكي فكاها عم بيقول حتى يعني بعد في السفارة الأمريكانية ما استقبلت جرحة في ناس مقاطشين إيديون في ناس مقاطشين إجريون في مئات أصيبوا بالعمى هادي كارثة كارثة على حزب الله قال لا نشمت لا نحنا ما تعودنا بإيماننا أنه نشمت بحده نعتبر هاودي كلهم ضحايا ولكن هاودي كلهم مقاتلين هاودي كان لهم أدوار هاودي اللي شاركوا بحرب قتل الشعب السوري هاودي اللي فجروا البور هاودي اللي اغتالوا من الحريري لجوب الجاني لا لؤمان سليم لا لحنتوش لكل هاودي الشباب والضحايا اللي يغتالوهم هاودي بدي يكونوا منهم وبالتالي ما منشمت ونحنا منقول دايما بإيماننا أنه الإنسان حياته وديعة لما ربنا بيسترد ها الوديعة هادي بيوقف هاون الحكم البشري ومنقول الله من عنده هو بقاصصه أو بكافيه لأنه نؤمن الساعة ساعة الحساب الأخيرة ومن بعد ما الإنسان ربنا يسترد وديعته بدي يوقف قدامه هدا الإنسان وقاضي السماء اللي هو الله سبحانه وتعالى متروك لإله الأمر نحنا كبشر من بعد ما الإنسان يموت منقول الله يرحمه وربنا هو اللي بتولي بحكمه من هاون بنعتبر هاودي كلهم اللبنانيين اللي منخرطين بحزب الله وهني برضاهم وبخيارهم كانوا عسكر عند حزب الله والقاعدة عند حزب الله أنه هاودي هني مقدمين أنفسهم على طريق القدس وبعده اللي هلا مضيعين وراح يضلوا مضيعين وراح تروح القدس وراحة القدس وراحة غزة وراحة الضفة وكل اللي تاجروا بالقضية الفلسطينية من 48 لهلا من عبد الناصر اللي شبع العرب وعود وبدو يكب إسرائيل وهو رحمه تركها انتهى وبأكبر انكسار صدام حسين القذافي عمى أبو عمار السوري حافز الأسل واليوم هيدا الإيراني وكل أذرعته اللي للأسف ما عندهم قيمة لإنسانهم لما هيدا الإنسان اللي عندهم بيقول فدى غبرت صبات السيد فدى غبرت صبات السيد إذن هيدا خياره وبعلم النفس هيدا اللي ما بيقدر قوة وإمكانيات عدوه اللي بيسميه عدوه وما بيعرف قدراته وإمكانياته وبعيش بالوهم يعني الوهم هو فكرة خاطئة بيخدى الإنسان المريض وهيدا الفكرة لا يمكن لا تصحيحها ولا تصليحة ولا النقاش مع صاحبه بإن كانت صح ولا غلط وبالتالي بيكون هالشخص هذا مريض عقلي وعنده هالوهم هيدا وللأسف حزب الله زرع هالوهم هيدا بكل اللي مصدقينه وأكبر دليل هود الإعلاميين المنافقين اللي بيطلعوا وبدون يكبوا إسرائيل بالبحر وولع حزب منتصر والشعب غزة منتصر ونيتانياهو مأزوم وإسرائيل على طريق الزوال أحدهم اليوم كان نايد وضد حزب الله وضد أمل وعازلينه طلع اليوم مع أنه شخص يعني مثقف ومحامي عم بيقول إذا إراه إذا إسرائيل بتعتدي على لبنان بتكون نهايتها بك يا عمي هيدا هالأخطر ما عمله حزب الله بشرائح من الشعب اللبناني أنه فرغ فرغ عقوله من المنطق فرغ عقوله من الأحكام الصائبة ما عادت هيدا الناس وحصوصا هاودي التجار المنافقين اللي بيطلعوا على الإعلام هاودي قرطت دجالين قاسم قصير وبتكر العملية وما بعرف مين ببنى نفوت بأسميهم لأنه ما بيستحقوا هاودي هاودي حثالة هاودي ناس بيسوقوا للوهم ناس بيسوقوا للجنون ناس بيسوقوا للموت قدسوا الموت وفدى غبرت صباطك يا سيد حرق ضحايا اليوم مثل ما قلنا بحدود الخمسة ألف منهم أولاد نواب منهم أولاد وزراء قياديين بطرت إيديون بطرت إجريون صيبوا بالعمى يا عمي من شين شو أنت تكب إسرائيل بالبحر وأنت ما عندك القدرة أنك تحمي ناسك ما عم تسطادون إسرائيل إن كان بسوريا وهيدا التفجير للبيتجراتيح ما حتى بسوريا بعشرات بل المئات مصابين وبعد لهلا مش معروف لأنه مش عم يحكي بيان واحد طلع عن حزب الله وين قدراتك أنت وين قدرات إسرائيل هادي اللي أوهى من بيت العنكبوت ما هون الجنون الجنون لما بتكون أنت مش عارف شو قدراتك وعندك وهم بهاي القدرات واللي أنت بدك ترميه بالبحر وبدك تكبه وبدك تقتله وبسبع دقائق وستة دقائق متفوق عليك بملايين ملايين السنوات الضوئية بالعلم وبالتكنولوجيا نهاية حزب الله أكيدة بمصر لما بسبعة وستين إسرائيل قبل ما تنهيل عبد الناصر ضربط له الطيران دمرت له كل الطيران والبعض من المحللين عم بيقول أنه العملية هذه هي تعطيل لقوى حزب الله العسكري من قياديين ومن أفراد وإنكشافهم وضرب معنوياتهم وإرهابهم ودب الفوضى فيهم يكملوا بالحرب اللي بدون يعملوها على حزب الله تيشيلوه حزب الله لا يمكن يكمل لبنانيا كل اللبنانيين وأكتريت الشيعة اللي عندهم حرية وقادرين يحكوا هني ضده كل اللبنانيين اليوم اللي ميؤمنوا بلبنان ضده لأنه خطر وجودي على كل شيء اسمه لبنان على كل شيء اسمه لبناني على لبنان الرسالي على الحضارة على السلم على كل شيء بحر وين وين سلحاته هلا عم بقول بده يرد عشو بده يرد لش في عنده حدا بعد ايدي يرد المجزرة هايدي مجزرة غير مسبوقة بالتاريخ نحنا كالبنانيين مثل ما قلنا بالبداية ما بنشبت بحده وبنحزن بنحزن على الضحايا ولكن هاودي الضحايا هايدي خيارهم وهودي الضحايا ما في منه المدنيين ما نهجوم على مدنيين لانه حزب الله مش عاطي هايدي البيجرات لناس عاديين عطيهم لمخابرات قاعدين بيبيعوا خضرة مثل هالبيع اللي انكشفت صوره عطيهم لناس نواتير بنيات عطيهم لناس مخبيين فيتين مخترئين المجتمعات اللبنانية هاودي كله ننكشفه وكل اللي انصابه وتوزعه على كل المستشفيات يعني فضيحته وانكشفه هو اكتر من انكسار اليوم المفروض يحزب الله متل ما عملوا الالمان بالحرب العالمية التانية متل ما عملوا اليابان مفروض يعلنوا الاستسلام وما حدا بيحمي البيئة بلبنان الشيعية هالبيئة اللي اكتر بيئة عم تدفع واكتر بيئة مظلومة واكتر بيئة مخطوفة ومأخودي راهينة ومصادر ارارة وبالقوة وبالارهاب وبالتمذهب هايدي البيئة بدوا مين يخلصها بده مرجع الحر الشيعي اذا بدوا يترو حزب الله ويهروا من عزب الله عند مين بيرو احزاب نا شركات احزاب نا كلهم للأسف اكسبايرد هاولي اصحاب شركات الاحزاب اكسبايرد وهني اللي وصلوا حزب الله لهالموقع اللي هو فيه اليوم اللي هو موقع تدمير ذاتي وتدمير للآخرين حزب الله انتحاري عم ينتحر وعم ينحر كل البيئة اللبنانية وتحديدا البيئة الشيعية اذا ايران مخترقة والنظام الايراني اليوم فيه علامات استفهام واولوية النظام الايراني منه حزب الله ومنه حماس هايدي سلم لحماس وبيع وما عد الوجود الايراني بغزة الدول العربية اكترية الدول العربية حاطة حزب الله وحماس على قوائم الارهاب يعني فيه مصلحة عربية ومصلحة اقليمية ومصلحة دولية ومصلحة غربية مع المصلحة الاسرائيلية انه ينتهوا من هيدا الاسلام السياسي ان كان الشيعي الايراني وكل اذرعته او السياسي السني السياسي السني اللي هي داعش وما كل متفرقته بيبقى انه هيدا الحزب سرطا وهيدا الحزب لهوي لبناني ولا في شي لبناني واي صاحبة شاحب شركة حزب بيقول بنا نتحاور معه بيكون عم يرتكب كارثة وجريمة الخيانة هيدا الحزب مفروض محاكمة كل قيادينه مفروض تسليم سلاحه للدولة وتنفيذ القرارات الدولية وعدم تفاوض معه على اي شي عشوبك تتفاوض معه انت بتتفاوض مع ابليس عشوبك تتفاوض مع الشيطان اللي ما عنده رؤية وللأسف هادي اصحاب شركات احزابنا خصوصا اللي بيقولوا انه سياديين هادي ما عنده رؤية ما بيشوفوا الا قدامهم ما بيشوفوا الا ذواتهم هادي حطين مرايق قدامهم ما بيشوفوا الا ذواتهم بس لسبب كل المواقف اللي اخدوها من سنة الالفين وخمس الهلا كانت غير الرؤية وبعدهم الهبلين اذا ما قلنا الخوانة بدون ينابل انه حزب الله هادي اللي بيقول بنا لبنن حزب الله ونرجع حزب الله للبنان هادي هو يبدو محاكمة لانه هادي مثل ما يقال انه اللي بيرتكب الجريمة واللي بيشوف وبيسكت عنها واللي هو شريك فيها كله مثل بعض وبالتالي جرائم حزب الله واحتلال حزب الله هو معه شركة شركة كل هادي اصحاب شركات الاحزاب اللي سكتوا عنه اللي قبلوا يسلم سلاح ويتركوا سلاحه اللي كزابين ومنافقين بيعتبروا انه حرر الجنوب وبيعتبروا انه ممثل بمجلس النواب وبيعتبروا انه شريحة لبنانية حزب الله ولك اقوله اللي هو بيقوله حزب الله بيقول انه ايراني عسكر سلاحه بوته الرينجر تبعه باروته كتابه كله ايراني شوفوا مافي شي ممكن يستمر اذا مش مبني على اساس وكل كذبة بتنكشف حزب الله كذبة حزب الله كذبة اللي انه هاي الكذبة بالقوة فردت على كتير من الناس وكتير من الناس المصلح جي يصدقوها او قبلوا يتظهروا انه مصدقين لانه ذميين ولكن هاي الكذبة اجا الوقت بلش التنفضيح مش اسرائيل اللي اوها منه من بيت العنكبوت ايران وكل اذرعتها هني اللي اوها مليون مرة من بيت العنكبوت حزب الله سرطان وهذا السرطان اجا وقت يتم استقصاله المهم انه اللي سكين ركابه واللي بعده عم بدور عم صالحه من اللي يدعوا انه سيديين يوقفوا كذب كذب على ذاتهم يبطلوا خداع لذاتهم وخداع للاخرين حزب الله ارهابي حزب الله ايراني حزب الله مخترق مثله مثل ايران والعمل مع شعشين فيه من راسه لكعب جري واللي هني بقولوا عن العملة العملة عنده وهيدا اكبر دليل اليوم اللي صار لانه لا يمكن هيك عمل يكون تم إلا بخيانة خيانة المصنع اللي عمله للبيجرات خيانة الشركة اللي جابتلهم للبيجرات خيانة المسؤولين اللي كانوا مفروض يشايقوا عهال البيجرات والأهم وهون الحقيقة هي انه ما في شي اسمه مقاومة ما في شي اسمه تحرير هولي كله منافقين ومتل ما انتهوا كل اللي سبقوهم من 48 اللي حملوا هالشعارات وتجهروا فيها نهاية آريبي آريبي جدا مشكل اصغاء عشتم وعاش لبنان